بسم الله اهلا بكم معاكم محمد سلامة وكورس في 5G النيو راديو لسه مكملين في اول جزء عندنا في الكورس شفنا اليوز كيسز بتاعتنا نهاردة بازن الله هنتكلم عن الاسبكترم الخاص بالفايف جي او البند اللي يشتغل عليه في الحقيقة البند عندنا في النيو راديو مختلف تماما عن كل التكنولوجيز اللي كانت قبل كده عندنا تفاصيل كتير جديدة عندنا رنجات جديدة من البندات اللي هو الميت باند والهاي باند او المليميتر ويف فيها تفاصيل محتاجين نعرفها عايز الاول ابتدي امشي معاك بالتسلسل الفكرة كانت شغالة معاني زي او ايه اصلا البندات اللي احنا كنا بنشتغل بيها انا بحب ان احنا نمشي بالترتيب وبعدين نشوف ايه الجديد في 5G موضوع البند في 5G موضوع مهم جدا لان اليوز كيسز اللي احنا شوفناها واللي هيتحها 5G من ضمن الحاجات اللي هتعتمد عليها في تطبيقاتها هي البند وهي ان احنا عندنا حاجة زي المليميتر ويف او نيتر تشتغل عند 30 جيجي هرتس وان يكون معاك كاريير بند ويتس ممكن يصل ل200 ميجا او 40 ميجا هرتس دي ارقام جديدة ما شوفناهاش في تكنولوجيا قبل كده فالموضوع ده من الموضيع المهمة اللي احنا بناسسها فيه بداية الكورس بتاعنا في الحقيقة يعني بداية كده احنا البند بتاعنا هو ده حلقة الوصل ما بينك وبين البيزي ستيشن فالطريق بتاعنا بيحتاج ان يكون معانا ريديو فريكوانسي باند هنا في الاير ده الاير انترفيس وبانه هو الحلقة الوصل فهو للبيزي ستيشن وبعدين البيزي ستيشن هتربطها بالكور ناتورك على اساس الارف باند بيتحدد حاجات كتير جدا منها الشانل باند ويتس منها الكابستي هتكون شكلها عامل ازاي منها الكافيرج كل دي حاجات بيحددها الباند اللي احنا بنشتغل عليه واللي بداية من التوجي الى الفور جي وهنشوف ده في الفايف جي كان بيحدد حاجات كتير جدا خاصة تحديدا بالكابستي بالكافيرج بالسروبوت فالارف باند عامل مهم جدا عندنا طيب الباندات بتاعتنا سريعا كده مرورا بالتوجي الجاسم في الحقيقة الباند بتاعنا في التوجي زي ما انت عارف كان عندنا باند 900 ميجا هرتز باند 1800 ميجا هرتز في السريجي اللي هو اليوم تي اس احنا بقى عندنا باند جديد اللي هو الالفين مية فده في الحقيقة كان نيو باند باند الاساسي لالسريجي وفي باند لتوجي عادنا استخدامه هنا وسمناه اليوم 900 يعني جزء منه اصبح للتوجي وجزء تاني اصبح للسريجي والحكاية دي بنسميها ري فارني وده يعني اعادة استخدام الباند مرة تانية علشان استفاد بمميزات الـ 900 ايه هي مميزات الـ 900؟ لسه يعني هاوضح الموضوع ده دلوقتي احنا بنتكلم على الـ 5G الـ 4G LTE هي في الحقيقة بتشتغل على كل الباندات دي الـ 900 الـ 1800 الباند الـ 3G هي كمباتابل مع كل الباندات دي وتضاف كمان معها باند الـ 700 ميجي هرتز اضاف كمان باند الـ 1600 ميجي هرتز فيبقى الـ LTE مع الباندات الـ 2 والسريق بيشتغل كمان في باند الـ 700 والـ 2600 وفيه باندات تانية كمان ارجع للسطاندر هتلاقي ان ال LTE او يقدر يشتغل مع رنج كبير جدا من البندات واي هاند ست مهمة جدا اي هاند ست بتساپورت الفورجي بتقدر تساپورت بندات كتيرة جدا لكن مثلا الهاند ست او الموبايل اللي كان بساپورت السريجي لأهو يفهم الـ200 يفهم الـ900 يفهم بندات معينة تحديدا بنتكلم على السريجي بي بي يعني السريجي بي بي يعني الستاندر التابع لأوروبا اللي هو معظم العالم يعني فعلا ماشي معاه فيه ستاندر تاني اللي هو تابع لأمريكا بيبقى فيه اختلاف شوية في الرنجات البندات دي تحديدا تحديدا في التوجي والسريجي مع ظهور الفورجي تقريبا كل العالم بقى يشترك في رنج كبير جدا من البندات كومان مش مش ايه مش مش الاختلافات الكبيرة اللي كانت موجودة يعني زمان انت ايام التول سريق كان موبايلات تيجي من امريكا ما تشتغلش هنا في مصر بسبب انها مش بتسابورت رنج البندات الخاصة بالسيستم اللي في مصر هنا اللي هو تابع لسيستم اوروبا ولكن بداياتا من الفورجي تقريبا العالم كله بقى تسعين في المام البندات موحدة فيه اختلافات طبعا في كل دولة على حسب البند ده ينفع يشتغل ممكن يبقى محجومة جزء للتطبيقات العسكرية وهكذا تمام تمام الفايف جي بقى النيو راديو اه في الحقيقة الفايف جي قريب جدا من نفس فاكرة الفورجي في حاجة اسمها ان هو عنده حاجة اسمها الباكورد كومباتابلتي يعني ايه باكورد كومباتابلت يعني يسابورت تسعمية والاينين هندرد وكل البندات اللي حاضرتك شايفها دي الفايف جي قدر يشتغل عليها ما عندهش مشكلة مع اي بند بل بالعكس كمان اضاف بندات جديدة يعني نقدر نقول كده ان كل البندات القديمة الليجاسي الفايف جي بيشتغل عليها بيسابورتها بدون اي مشاكل طيب وعندنا كمان بندات جديدة خاصة بالفايف جي او ظهرت مع الفايف جي وهنحدد هي اي زي زي فكرة الهاي باند لان اتكلم عليه النهاردة اه حاجات رنجات جديدة في حاجة اسمها الميت باند هنقول يعني ايه هاي باند وميت باند بس الفايف جي في الحقيقة في موضوع البندات فليكسابل جدا فليكسابل جدا او ساعات بنسميه بنسمي ان نيوي راديو هو باند اجنوستيك يعني ايه باند اجنوستيك يعني بيشتغل مع اي باند مالوش ليمتيشن معه حاجة معينة اجنوستيك دي يعني متفتح او ممكن نسميه معنى تاني لما تيجي تشوف اجنوستيك دي يعني يقولك في جوجل ترانسليت محايد محايد دينيا اللي هو ليس الهودين بيشغل مع اي حاجة فده معنى عشان انت هتلاقي برضو بقولك وقت الكور ان ال 5G هو كور هو اجنوستيك يعني ايه يعني بيشتغل مع اي اجنوستيك ممكن يشتغل مع ال 5G ممكن يشتغل مع ال واي فاي ممكن يشتغل مع حاجات نانس ريجي بي بي الجزء ده هنقوله فال 5G لما بتشوف فيه كلمة اجنوستيك دي تعرفين يفيه فليكسابيليتي عليك انت ان انا بشتغل مع كل البندات القديمة من خلال طبعا ان انت هتعمل ريفارمينج للبند اللي انت عايز تشغل عليه فممكن مثلا تاخد بند ال 2G اللي هو اصلا ممكن يكون اتاخد لل 4 وتعمله ريفارمينج لل 4 لا تعمله ريفارمينج لل 5 وتعيد استخدامه في 5G مع البندات الجديدة اللي هنشوفها فحاجة اسمها الميت بند وحاجة اسمها الهاي بند فزي ما قلنا في المقدمة 5G في الحقيقة من الحاجات اللي البند فيها يعتبر من الانابلرز للتكنولوجي بتاعتنا يعني ايه الانابلرز للتكنولوجي بتاعتنا يعني احنا التكنولوجي بتاعتنا قلناها لك كده المحاضرة اللي فاتت عندنا وعندنا وعندنا كبيرة جدا عايزين نستخدمها احلام حلوة قوي في 5G طب الحاجات دي هتطبقها ازاي السرعات العالية المطلوبة في ال اليم بي بي تحصل عليها ازاي جزء من الحاجات اللي خلت ده يحصل خلت ده يحصل هو الجزء من الحاجات اللي خلت ده يحصل اللي عملت للتكنولوجي ما ده تكنولوجي وعندنا يوز كيسز تانية زي الماسف ماشين تايب كومينيكيشن الالترا ريالبولولو لاتنسي كومينيكيشن كل الحاجات دي جزء من انك هتاخد لاتنسي قليل ان انا بشتغل على الفايف جي باند بشكل معين في ساب كارير سبيسنج معين وهكاسم طيب يعني عايز افكركم كمان بتوزيع الارف سبكترم عندنا والبندات عندنا تحديدا في مصر طبعا احنا عندنا بند ده بند 700 ميجا هرتز وعندنا بند 900 دي البندات اللي شغالة في مصر يعني وفي معظم الدول هي بتتبع ال سريجي بي بي ستاندر طيب وعندنا ال 2100 وعندنا كمان ال 2600 يعني بند ال 2600 ده هو النيو بند اللي تضاف في مصر قريبا من فترة صغيرة يعني طيب احنا اللي بيوزع البندات دي على الأوبريتور طبعا هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اي دولة مش في مصر بس لو في مصر هنا اسمه الانتلر اي دولة طيب البند ال 700 في الحقيقة عندنا وي بس هي اللي فيه وغد الجزء ده تمام بند ال 900 ده اللي هو كان البند الاساسي للتو جي زمان فعندنا فيه التلاتة اوبريتور بند الاتصالات وورنج وفودافون نفس الكلام بند الاتين هندرد عندنا فيه التلاتة اوبريتور وعندنا كمان وي بقى عندها جزء فيه هنا طبعا واضح قدامك كل اوبريتور واخد قد اي اي اه فانت مسلا تلكم ايجي بند ال 700 واخد 10 ميجا هرتس ابلنك وداون لينك طيب اتصالات واخد 10 ميجا وداون لينك ده البند تمام طبعا كل اوبريتور بيشتري البند ده سواء بقى كل ما البند بيزيد كل ما الفلوس بتبقى اكتر يعني او اللايسنز بتبقى سعرها اعلى بيشتري ده من هين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بالدولة اللي اوبريتور فيها واخد بالك طيب مين اللي بيحدد الرنجات دي لقى اللي بيحدد الرنجات دي هو الستاندر قال احنا الـ 2G هيبقى شغال على الـ 900 والـ 1800 الـ 4G هيشتغل على الـ 700 الستاندر هو اللي بيحدد ده طيب لما بنيجي في الدولة هنا هي فتحت بندل 700 فتحته المين للأوبريتور وهي بتفتح بندل 700 بطبعا ده اكيد مش بيتعارض مع سيستمز تانية داخل نفس الدولة لان ممكن جدا في بعض الدول اللي يبقى الـ 700 ده مقفول مش مفتوح للأوبريتور ان هم يشتغلوا عليه ليه ممكن يكون الـ 700 تابع للتطبيقات العسكرية مثلا الجيش مثلا هو اللي واخد البند ده في الدولة فإذا انت هنا ما تقدرش تفتحه للأوبريتور ان هو يشتغل في الـ public network هايحصل انترفيرنس دولة تانية فالفكرة ان الـ CBB او الـ International Telecommunication Union يعني دي ما حاجة اسمها الـ ITU International Telecommunication Union دي المنظمة المسؤولة عن البندات في العالم وبندات الريديو في العالم بالكامل هي اللي بتحدد اي سيستم جديد سواء بقى مش موبايل بس الموبايل الرادار اي ويرل سيستم البند اللي هشتغل عليه هيكون عامل ازاي؟ فهي دي اللي بتنظم الموضوع ده تمام؟ فهي اللي حددت بقى؟ والله مثلا في الـ 2G احنا نشغل على بندات الـ 900 إلينا الـ 3G الـ 2100 الـ 4G هيبقى عندنا الـ 700 مع البندات القديمة والـ 2600 بندات الـ 5G الجديدة اللي هنشوفها لسا هننتكلم عليها قوي بموضوع المحاضر النهار دي تمام؟ طيب هنا نفس الكلام ومعانا ويه هنا نفس الكلام بس ويه ماخدتش في الـ 2100 تمام؟ طيب في جدول كمان كده عايزك تاخد بالك منه نبند الـ 700 ويه بتستخدمه للـ 4G تمام؟ ويه في الحقيقة ويه ما عندها شغل 4G زي ما انت عارف هي في الـ 3D والـ 2 بتعمل حاجة اسمها National Roaming بتعمل حاجة اسمها National Roaming وهي ان انا ابقى على اوبريتور تاني فالـ 3G والـ 2G كان زمان تلكم ايجيبت بيخدمها فيه اتصالات بعدين عملوا اجريمنت مع اورنج فبقى اورنج هي اللي بتخدم الناس اللي معاها شريحة تلكم ايجيبت ودخلها 3G تكنولوجي هي مع اورنج فبعض الاماكن يعني ابتدت ويه كمان تبني سيطات معينة تغدم الـ 3D والـ 2 يعني بس حتى الان خليه نقول ان الـ National Roaming اللي شغال في تلكم ايجيبت للـ 3D والـ 2 طيب عندنا هنا البندات دي بند الـ 900 بند الـ 900 كان زمان شغال الـ 2G زي ما انت شايف كده طيب لما ظهر الـ 3G بعض الـ خدوا منه جزء وشغلوه في الـ 3G لما ظهر الـ 4G بعض الـ خدوا منه جزء وشغلوه للـ 4G طيب يبقى شغال ايه دلوقتي يعني ايه موقف خلينا نقول ان في معظم الـ بدون تحديد بيشغالوا جزء صغير جدا منه للـ وبيشغالوا جزء تاني للـ 3G وعليه كارير للـ 4G يعني ممكن تبقى التقسيمة كده ياخد 2.5 ميجا هرتز للـ 2 السري ياخد له 5 ميجا هرتز الـ 4G 5 ميجا هرتز مثلا تقسيمة بالشكل ده وفي بعض الـ 2G بس و 4 فقط مالوش 3G يعني يبقى 4 واخد 10 ميجا هرتز طب دي حاجة بمزاج الـ يعني انا اشتريت البند وعندي تكنولوجي جديدة انا حر انا ممكن الغي التكنولوجي القديمة لـ 2G بالكامل واشغل بند الـ 900 ده للـ 4 أو للـ 5 هل هنا الـ هتقولك انت ايه بتعمله ده انت مفروض ياخد البند ده لا مش هتقولك كده دي حاجة ما مش من اختصاصاتها هو من اختصاص الـ انها توافق لحضرتك وانك تشتري منها فتاخد بند ويتس محدد وهكذا وانك ما تشتغلش زيادة عن البند ويتس اللي تحدد ليك انفعش تزود عنه ده اختصاص الـ لكن اشغل البند ده لا ايه بالزبط؟ شغله 2 ولا شغله 3 ولا شغله 4 لا دي حاجة انت حر فيها طيب الـ 200 فعلا الـ 200 شغال بالكامل للـ 4G معظم الأوبريتورز وفي الأوبريتورز بتحدد جزء صغير جدا للـ 2 لكن ما بيشتغلش 3G من قصة الـ 200 مش بيشتغل على السري طيب الـ 200 بيشتغل 3G سواء يعني بناخد منه 2 كده وجزء تاني المتبقي بيشغله 4G ودي بتختلف انا بس بقولك الحاجات العامة مش تحديداً اوبريتور معين بس ده اللي بيحصل بتختلف بقى ممكن انا في الـ 3G يبقى محدد كاريير واحد انت مثلاً كفودة فون انت كتصلاة تعمل حاجة تانية ممكن انا كتصلاة ما شغلش الـ 900 ده توجي بالكامل لا ايا شغله 4G بس وخليت توجي عندي على اللير بتاعة الـ 200 يعني كل اوبريتور هنا يبتدي يشوف الـ strategy بتاعته هتكون شكلها عمل ازاي دي بتاخد على حاجة اسمها strategy او ممكن نسميها الموباليتي استراتيجي قصة كبيرة للناس اللي افتماد بقى الـ planning و الـ optimization يعرفوا ان فيها اسمها موباليتي استراتيجي تقسيم للبندات بشكل معين وسواء بقى ideal و اكتف مود وهكذا عظيم عندنا كمان بند جديد اللي هو بند الـ 2600 بند الـ 2600 اخلي بالك انت كل البندات دي في الحقيقة شغالة FDD وانت عارف FDD يعني ايه؟ يعني الـ uplink frequency على تردد والـ downlink frequency على تردد اخر طيب ضفنا بند جديد وشغلناه time division duplex ودي اول مرة ان احنا يعني في مصر احنا دايما بنشغل FDD اول مرة يبقى فيه دوبليكس تكنيك اللي هو time division duplex ده الـ new band عندنا خلي بالك انحنا في الـ 5G فيه جزء في الـ air interface عن الدوبليكسنج تكنيك ونقول كلام خاص بالـ TDD لان فيه حاجات جديدة اللي هي الـ mini slot والself content slot دي هنشوفه في الجزء الخاص بالـ air interface بس بند الـ 2600 اضاف مؤخرا وشغلناه 4G كل الـ operator مشغله في الـ 4G technology بيختلف تقسيماته يعني مثلا ممكن تصوات ايجيب تنلاقي عندها 40 ميجا هرتز في الـ TDD TDD يعني ايه؟ يعني الـ up link والdown link على نفس frequency up link والdown link على نفس frequency بس different time حاجات دي حاجات كلها اس ايه انت المفروض وانت حضرتك معنا في الـ 5G تبقى ايه؟ الحاجات دي يعني انت عارفها كويس فكرة ايه هو الـ TDD والـ FDD والـ access technique يعني ايه وهكاس طيب فاتصلاة واخدر بعين ميج هرتز هتلاقي فدفون نفس الكلام هتلاقي مثلا تلكم ايه جيبت واخدعش يعني التأسيمات التأسيمات مختلفة من أوبريتر والتاني تقريبا هو 20 ميج هرتز وفدفون 40 وورنج تقريبا 30 المهم ان احنا كل الأوبريترز يشغلين البند ده بطريقة الـ TDD وعايز اقول لك حاجة ان هو هيبقى المين بند او البند اللي احنا هنبدأ عليه شغلنا في الـ 5G يعني معظم الأوبريتر اللي نزلين بترايلز دلوقتي للـ deployment فهما في الحقيقة بيعتمدوا على بند الـ 2600 في بداية الـ 5G يعني ده البند التجريبي اللي هيبدأوا عليه هو بند منسميه بند الـ 41 كرقم يعني بندات دي خلي بالك لها أرقام فده البند اللي هنبدأ اختباراتنا او ready هو احنا شغالين اصلا في الـ trials وفي الـ deployment دلوقتي على بند الـ 2600 للـ 5G تعال بقى نتكلم بشكل أكبر باقي الجزء بتاعنا في المحاضرح احنا كل ده كل دي حاجات انا بقى اسسها بس معاك او بفكرت بيها وبنأكد على فكرة ان فيه reforming وان الـ 5G باكورد يعني يقدر يشتغل مع كل البندات السابقة دي وليه بند وليه بندات جديدة فتعال كده نركز اكتر دلوقتي ونركز في بند الـ 5G نيوريديو احنا في الحقيقة عندنا ثلاث بندات اساسية عندنا بند اسمه لو بند وده هو كل ما اقل من الـ 1 جيجا هرتز بنسميه لو بند يعني زي الـ 700 مثلا الـ 700 يشتغل معانا في اللو بند للـ 5G طيب والـ 900 كمان كل ده بنسميه الـ Sub 1 جيجا هرتز اقل من الـ 1 جيجا هرتز طيب عندنا بند تاني بنسميه الماد بند وده في الحقيقة اللي هو من الـ 1 جيجا هرتز للـ 6 جيجا هرتز وفي ريليز 17 وفي ريليز 16 وصلنا لـ 7 جيجا هرتز احنا ممكن نسمي الماد بند هو كل ما هو اقل من الـ 7 جيجا هرتز بداة من الـ 1 جيجا لـ 7 جيجا هرتز وعندنا كمان حاجة اسمها الـ هاي بند يبتدي معانا كده من الـ 24 جيجا هرتز إلى الـ 100 جيجا هرتز ده كل ذا كده احنا بنسميه الـ هاي بند طيب الماد بند اللي هو من الـ 1 جيجا إلى الـ 7 جيجا هرتز ده مش جديد مش جديد ليه لان انت الـ LTE كان ممكن بيشتغل معانا لغاية الـ 2600 يعني بيشتغل معانا يعني الـ LTE في الحقيقة بيشتغل معانا إلى الـ 3 جيجا هرتز لكن الجديد معانا اللي هو الجزء من الـ 3 جيجا هرتز للـ 7 جيجا هرتز ده بند جديد عندنا هيبقى خاص بالـ 5 جي طيب البند ده بل كامل جديد عمرنا ما كنا نسمع عن ان في موبايل تكنولوجي هتشتغل في البندات العالية دي وهقول لك طبعا ايه الـ و ايه المميزات و ايه العيوب و هكذا طيب البند ده قريدي معانا يعني مش جديد معانا يعني البند ده طبعا قريدي معانا يعني سواء الـ 700 او الـ 900 احنا شغالين في آآ ابل كده خلي بالك انا بأكد ان احنا release 16 ضفنا 7 جيجا هرتز release 15 كان بنتكلم ان الـ mid band اخر حاجة فيه هو 6 جيجا هرتز عشان بس لو لقيت في بعض الـ reference انه كاتب ان الـ mid band بيصل للـ 6 جيجا هرتز يبقى هو كان اخر تحديث عنده هو release 15 لكن احنا release 16 ضفنا 7 جيجا هرتز معانا اللي انا بقوله ده ايه بس توصيف للبندات بتاعاتنا لسه بقى هنشرح كل حاجة هتمشي ازاي معانا من منظور تحديدا الكافراج والكابستي هنشوف تأثير تأثير الحاجات دي على الكافراج والكابستي هيكون عامل ازاي طيب زي ما انت شايف ده الـ spectrum بتاعنا بتقسم low band mid band والـ high band بنسميها الميلي ميتر ويف ليش؟ معنى الاسم ده بتعرف ان الـ F حاجة كده من الاسيات هي على الـ C على الـ wavelength طبعا ده الـ speed الـ frequency لما بيكون مثلا 30 جيجا هرتز عند الـ 30 جيجا هرتز لو جاءت تحسب الـ wavelength هتلاقي القيمة بتاعها بالمليمتر عشان كده الـ high band ده سمناه مليمتر ويف ولكن في الـ low band مثلا لما تيجي تحسب الـ wavelength تلاقيها تطلعها بالسنتيمتر يعني ايه؟ يعني الـ wavelength كبرت شوية ليه كبرت؟ لان هنا الـ frequency L انت عارف بقى ان الـ wavelength عكس ايه؟ عكس الـ frequency كل ما الـ frequency L كل ما الـ wavelength تزيد والعكس طيب عظيم جدا كنا بنقولك زمان كده في الـ basics في كورس الـ 2G رجعت كده لكورس الـ 2G كنا بنقولك الحكاية دي ان كل ما الـ frequency range بيعلى طبعا الـ wavelength هيقل بس كل ما الـ frequency range بيعلى عندنا مشاكل كبيرة جدا بتحصل في الـ propagation في الـ propagation يعني ايه الـ propagation يعني الـ radio frequency يعني انتشار الإشارة بتاعتنا دي بيحصل لها مشاكل كبيرة مع زيادة الـ frequency band ممكن نسمي ان ده الـ losses مثلا وبيحصل لها حاجات كتير هنقول الـ challenges بتاعت الـ high band بس دي كانت قاعد عندنا ان كل ما الـ frequency بيعلى في الحقيقة والـ wavelength بيقل الـ attenuation والـ losses اللي كانت بتحصل على السيجنال بتاعتك بتزيد الـ attenuation والـ losses اللي كانت بتحصل على السيجنال بتاعتك بتزيد فبتقابل الزيادة دي ان احنا كنا بنقولك ايه كنا بنقولك ان انت محتاج في اللحظة دي تعلي الـ power عشان تعوض الـ attenuation والـ losses اللي بتحصل عشان تعوض فرق الـ attenuation والـ losses اللي بيحصل كنت ان انت تعلي الـ power وكنا حتى كان فيه سؤال دايما في الـ interview بتسائل للناس لسه في الـ fresh وحتى يعني سؤال عام ان انت ليه دايما الـ uplink frequency بيكون الـ range بتاعه اقل من range down link frequency يعني احنا نفكر كده كل ده حاجات من الـ basics كنا دايما ايه في الـ fdd بيبقى عندنا جزء uplink وجزء downlink ليه دايما الـ uplink بيكون هو range الاقل من frequency ما دي frequency زي وده range الاعلى فمسلا بندة 900 مسلا دايما بتلاقي كده downlink هو range الاعلى والـ uplink والـ range الاعلى يعني بندة 900 ده من 880 ميجا هرتز لكام لـ 960 طيب ليه اللي من 880 كان تقريبا الـ 915 ليه هو ده range الـ uplink ليه ما ايباش range الـ downlink عشان الفكرة دي ان انت كل ما بتعلب range frequency ايه اللي بيحصل الـ losses او الـ rf propagation losses بتزيد عندنا الـ losses والـ attenuation يعني المشاكل اللي بتتعرض لها السيجنال في الـ air بتكون كديرا الـ attenuation ده هيؤدي ايه؟ هيؤدي لضعف في السيجنال بدل ما السيجنال بتاعت حضراتك بتمشي كده مسافة كبيرة ويطالع من الانتنة لا يحصلها ايه دي يحصلها ضعفة تمشي مسافة اقل ولو كنت عايز تمشيها مسافة اكبر يعني اه هنا لازم تعلي الباور التنوشن بيكون عالي فلازم تعلي الباور فعشان كده دايما كنا بنخلي ان الـ uplink يكون هو الـ range الايه؟ الـ range الاقل في الـ frequency اشتغل هو على low frequency طب ليه يشتغل على low frequency؟ عشان يبعت الباور الاقل لان لما يشتغل على low frequency الـ attenuation هتكون طعيفة مش قوية لكن الـ downlink هو اللي يشتغل على الـ range الاعلى من الـ frequency فهو اللي يبعت فيه باور اعلى طب وهو مين اصلا اللي كان بيبعت الـ downlink؟ حضرتك؟ الـ base station سوري مش انت الـ base station هاي المسؤول عنها عن الـ downlink فهي اللي بتبعت الـ downlink فتبعته على الـ range frequency اعلى فهي تبعت باور عليها مش مشكلة لكن انت تيجي في الـ uplink خليك تبعت على الـ ايه؟ على الـ range الاقل عشان تبعت باور اقل باور اقل تبقى افيد ليك في صحتك يعني وكمان وكمان وكهيل سيليك طبعا انت دايما دايما الموبايل اصلا بتاعنا وموبايل تكنولوجيا كله بيشتغل على الـ باور يعني حتى لو انت كنت تشغل على الـ downlink كنت هنكبرك ان تشتغل على الـ مش هتزود يعني باور خارجة عن المنظمات اللي هي بقى الصحية وكده بتحددها انت فاهم؟ ولكن انا عايزك ما تبعتش باور علي عشان انت الجزء الاضعف دايما الموبايل ده هو الجزء الاضعف في المنظومة بتاعتنا فبنخليه يشتغل دايما على الامكانيات الاسهل والبيزي ستيشن هي اللي تعمل الـ functions الاصعب حتى في الفورجي كنا لو فاكر يعني لو انت فاكر البيزي كويس بتاعت الفورجي كنا نقولك اشغلك OFDM في الـ down لكن في الـ uplink اشغلك single carrier FDMA علشان ده هيناسب ان يبقى سعر الموبايل ما يزيدش قوي والتفاصيل دي انت واخد بالك طيب عظيم جدا فالقعدة دي دايما معانا القعدة دي مهمة قوي هنستخدمها في شرح البندات بتاعتنا دلوقتي في الفايف جي فالقعدة دي انت مش فهمها كويس ارجع للموبايل بيزيك معانا احنا شرحناها دلوقتي تمام دي ليها شرح ليها شرح في الموبايل بيزيك ليه لما الفريكوانس بيعلى بتزيد والاتنوائشن بتزيد فما بتقدرش عندنا كويسة دي ليها شرح في الموبايل بيزيك بالتفصيل بس انا عايزك دلاتي تفهم خدها كده ايه من حاجات المسلمات معانا تمام دي وخد قعدة كده ان كل من الويب لينس بيصغر كل ما الاتنوائشن بيزيد عليه ان السيجنال بيحصل لها يعني بتبتدي تروح للطبقات للجو العليا وتبتدي يحصل لها لوصص في الاسبيس عشان كده حتى الساتيلايت دايما ايه؟ الساتيلايت بيبقى احسن ليه انه يشتغل على الهاي فريكوانسي هاي فريكوانسي هنا مناسب لان هيوصل اسرع للايه؟ للايس بيس لكن على الارض الارض هنا ما بتاخدش منه كافر جي كويسة طيب عظيم معنا بقى كلامنا ده ان في هنا مشكلة كبيرة انت بالوقتي بتقول ايه بندات الفايف جي بندات الفايف جي كل البندات شغالة معنا اللو بند احنا دايما نشغالين عليه الميت بند اللي اشتغلنا على جزء منه وجزء منه لأ والهاي بند شغال ايه؟ نوصل عند المليميتر ويف طب ايه المشكلة؟ اعلى ده المشكلة هنا ان البروباجيشن لوسز الفاقد والمشاكل اللي هتحصل على السيجنال كبيرة جدا كبيرة جدا فلو حضرتك مثلا واخد تشانل عند الـ 24 جيجي هيرتز لا ده في مشكلة كبيرة احنا كنا هنا بنضرب مثال الفرق ما بين الابلينك والداون لينك في بند تسعمائة يعني وانك تخلي الابلينك ورنج الاقل في بند تسعمائة انت داخل ايه؟ داخل اللو بند اما بالك بقى؟ نقول لحضرتك هنشتغل عند الـ 24 جيجي هيرتز وعند الـ يعني الرسمي حتى الان ان احنا فتحين لغاية الـ 70 جيجي هيرتز ده مش رسمي يعني بس هو الـ هاي بند يصنف ان في الـ هنوصل للـ 100 جيجا لكن احنا حتى بنتكلم مع حضرتك ان انت هتوصل للـ 70 جيجي هيرتز طيب ده بند عالي جدا لوسز عاملة ازاي؟ لوسز طبعا فيها مشكلة طيب ايه الحل؟ الحل ببساطة ان الـ هاي بند ده مش هيكون كافريج وهيكون في اماكن التخطية بتاعتها لن تتعدى المتين متر اكدنا كده ايه زي هوت سبوت كده تاني واحدة 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 كده تعال نمشي مع بعض واحدة واحدة احنا بنقول ان كل ما الفريكوانسي يقل كل ما حضرتك يعني كل ما الفريكوانسي ده يكون قليل كل ما اللوسز والاتنواشن والفقد اللي بيحصل على السيجنال هيقل فالباور اللي انت بتستخدمه برده تبقى قليلة فتقدر في اللحظة دي تعمل حاجة اسمها كافريج بشكل كويس يعني ايه؟ يعني بندل 900 اللي هو اللو بند نقدر ان احنا نعمل بيه كافريج المنطقة كبيرة وفي نفس الوقت ما نبقاش بنبع بور عليها في نفس الوقت بيبقى الالدوسز والاتنواشن علينا قليلة اشمعنا اصل اللو بند لو فريكوانسي يعني اللو بند هو رنج قليل من الفريكوانسي فالويفلانسي كبيرة فمن خواص الاشارة بتاعتنا في التغطية الارضية يعني ايه التغطية الارضية يعني احنا اللي بنكلمه طيب لما بتيكي يتكلم حد هو معاك على الارض مش في الارض في الارض كومينيكيشن يعني الفريكوانسي لما يقل لحاجة كويسة جدا التنواشن بيبقى رائلة فنقدر ناخد منه كافريج فاللو بند ناخد منه كافريج كويسة جدا طيب لما ابتدي اعلى بالفريكوانسي رنج ونروح للميت بند هفكرك بردو بحاجة زمان من الاساسيات كده قبل ما انا اشرح لك فاكر كنت بقولك التسعمية ميجا هرتس في التو جي شايف التو جي معانا ازاي طبعا مش معانا بكسرة يعني بس الاساسيات مهمة عشان كده انت اللي ما بتمشي في العلم ده بالترتيب طبعا الويت او التركيز الاهم يكون حاليا للفور جي والفايف جي ولكن الترتيب مهم ان انا اعرف اصل الحاجة كانت ماشية ازاي فمذاكرتك للتو والسريق مهمة مش هقولك ذاكرها بتركيز كبير بس لازم تعدي على الاساسيات بتاعتها طيب المهم ان احنا كنا بنقولك في التو جي ان الكافراج لير هي لتسعمية ميجا هرتس شاحنا التو جي البندات بتاعتنا كانت 900 ميجا هرتس والايتين ميجا هرتس عظيم طيب انا دلوقتي عندي بندة هنا وبندة هنا اه تسعمية ميجا هرتس الرجل البعيد ده اليوزر اللي بعيد عن السايت يشتغل على ايه يشتغل على تسعمية طبعا طب والرجل القريب يشتغل على ايه يشتغل على ايه يشتغل على اتين هندرد مش معنى كنا بنعمل كده ليه يعني اتين هندرد بتبقى واخدة كده الجزء القريب من السايت والنين هندرد هي الجزء الابعد فليه التقسيمة دي؟ كنا بنعمل التقسيمة دي عشان الراجل اللي على ايه هيتين ميجا هرتس هيتعرض للوسز والتنوشن عالية جدا فالافضل اننا خلي الناس القريبه من السايت هي اللي تشتغل على ايه يشتغل على ايه فكده كده الناس القريبه الكافر يعني التخطية وهي قريبه مبقاش فيها مشكلة لكن الناس البعيدة الناس البعيدة بطبعتها باي ديفولت يعني هو بعيد فالبعد ده بيؤدي ان السيجنال بتاعته بتبقى ضعيفة جدا ويك سيجنال عشان هو بعيد عن ايه عن البيز ستيشن عن الارفان تن طيب وهو بيتعرض الناس اللي دايما هم عارفين الناس اللي عند السايل اتج دي بيبقى عندهم مشاكل طيب وهو عنده مشاكل اصلا بسبب ان هو بعيدة كمان اشغاله على الاتين الاتين ميجا ميجا هرتز الاتين هندرد ميجا هرتز اللي عليها التنويشن عالي لأ فشغاله على ايه على الناين هندرد فان الناين هندرد تعتبر فريكوانسي اقل فالاتنويشن اقل فكمان هيحتاج يبعد باور ال فعشان كده كنا دايما نقولك ان الناين هندرد دي هي تعتبر كافريج لير صح؟ كنا نقولك ان الاتين هندرد دي هي تعتبر كباستي كباستي لير يعني ايه؟ يعني الناين هندرد انا خدت منها كافريج قدرت ان انا اعمل كافريج كبيرة واخد فوت برينت يعني خطوات اكبر والسايت دا يقدر يوصل مسافات اكبر بالناين هندرد لكن اتين هندرد ما اعملناش كده اتين هندرد انت حضرتك خدت منها ايه؟ خدت منها ان انا باخدم يعني خدمت حضرتك ان الناس اللي هنا لو كان احنا عندنا نين هندرد بس كان الناس اللي هنا دي برده هتروح للنين هندرد وكمان الناس البعيدة فاتأثر على الكباستي لكن دلوقتي الناس القريبة دي رحت لمين؟ للاتين هندرد فالباند دا خدمني في ان انا ازود الكباستي عملت اوف لودنج للنين هندرد في المكان ده يعني المكان ده اصبح ما ببقاش يشتغل فيه نين هندرد غير لو انت لو انت عارف معلش الحاجات دي انا بحتاج اوضحها عشان نأسس الكلام بتاعنا كويس لو انت كنت شغلنا نين هندرد بس تعالى كده افكر كنت هتعمل ايه؟ كان الناس القريبة سواء الناس القريبة او سواء الناس البعيدة شغالة على نين هندرد فده هيأثر عليه؟ هيأثر على الكباستي كده كده اه نين هندرد عمل لك كفريج يعني هو نين هندرد بسبب انه لو فريكونس يعمل لك كفريج لكن كباستي متأثرة لان انت مثلا عندك 10 ميجا هيرتز شغال على السايد كله لكن بوجود كذا باند ان انا يبقى عندي 2 باند 20 ميجا هيرتز 200 و 900 يجب ان الناس القريبة تشتغل مع مين؟ مع 200 فحسن الكباستي و 900 يجب ان يخدم الناس البعيدة لما في الحتة يخدم الناس البعيدة و الذي يأتي من هنا يعمل هند اوفر هند اوفر من 900 لل 200 كباستي لير فال 900 يجب ان يخدم الناس البعيدة للكفريج و ال 200 يجب ان تسمى كباستي لير طيب انطلاقا بقى من الكلام ده خلاص يبقى الموضوع هيكون واضح بقى في 5G ال new radio الوضع عندنا هيكون كالتالي ان الكفريج ان الكفريج لير هيكون مسؤول عنها مين؟ هيكون مسؤول عنها اللو باند فاللو باند الاقل من ال 1 جيجا هرتز هي دي اللي هتبقى مسؤولة انها تعمل لحضرتك كفريج في 5G تمام؟ طيب عظيم طب الميد باند الميد باند الكفريج بتاعتها مش تبقى قوية قوي في الحقيقة لان الميد باند لما تيجي تبص عليها هي تبتدي من ال 1 جيجا هرتز لل 7 جيجا هرتز والحقيقة الترددات دي احنا علينا كده بالفريكنسي فمش هتحصل منها على كفريج كويسة زي الكفريج اللي هتكون موجودة من اللو باند زي كده تعملنا مع ال ت definiti في ال remade. الميد باند هي تبقى المواد الفريج ما تقوم بидوitu السلامي موجودة كافريج بتاعتك بتتأثر فالميت بند هي مش تاخد منها كافريج بس هتساعدك في الكباستي يعني هتحصل منها على الكباستي جيدة طبعا ونقدر نقول انها في منها كافريج مقارنة بمين مقارنة بالهاي بند يعني لما تقرن الهاي بند بالميت بند في منه كافريج في الحقيقة لكن الهاي بند ده اللي هو المليميتر ويف واللي هيبدأ عند 24 جيجا هيرتز لأ ده ما نتوقعش منه كافريج نهائيا ليه؟ لالتنويشن عالي جدا واللوصص عالية جدا فماقدرش ياخد منه كافريج فوقف الحقيقة هيساعدنا او هتبقى لير للايه للكباستي فقط هتكون ليه للكباستي زي بالزبط اكد انه هوت سبوت وتحديدا في الاندور سيليوشن تخطيط بقى المولات ممكن في كاس العالم في الاستادات بقى يعني الحاجات الاندور او الحاجات اللي ليها فوت برينت صغير جدا 200 متر مش اكتر من كده زي ما انت شايف كده بص الصورة دي هنا المليمتر ويف مخصصها لإيه؟ للهوت سبوت الكباستي بتاخد منها كباستي عالية لان هنا خلي بالك هقولك انت هتوصل لبند ويتس كارير عاملة زي دلوقتي بند ويتس كارير هنا كبير جدا ممكن يوصل ل400 ميجا هرتز بس اصبر بس معين وبعدين هنا الميت باند وبعدين هنا اللو باند تاخد منها كاوريج بالشكل ده كبا الصورة دي اوضح شوية الكاوريج لير هنا في 700 السيلي بوينت او الساعات احنا بنسميه السي باند يعني الميت باند ده ساعات بنطلق عليه السي باند هو للكباستي لير هنا كاوريج لير اما المليميتر ويف بنسميه هايس روبوت لير واقولك ليه هايس روبوت طبعا هنا كاوريج لير انا اللو باند مش متوقع منه اخد كباستي عالية لان الكارير باند ويتس هنا صغير جدا لان في اللو باند الدنيا مزدحمة ما عندناش اماكن كبيرة وخلينا انا هاوضح موضوع تقسيم الاماكن عاملة زي دلوقتي حالا مثلا دي صورة تانية برضا انا عايز تشوف كذا صورة عشان تبقى متخيل الموضوع عاملة زي الوان جي جي هرتز اللي هو باللون الايه الموف ده فيبقى معانا في كل الحتة دي كبا بيكاور المدينة بالكامل تمام للكاوريج طيب السي باند او الميت باند او في اماكن محددة شايف اماكن محددة لكن السيكسي جي جي هرتز او المولاد بقى في مثلا تغطية للستاد حاجات هوت سبوت كذا شايف هوت سبوت اماكن محددة في الشوارع في مبنى داخل مبنى معين او داخل مبنى وهكذا طيب كل دول متدخلين مع بعض ادي الكافرج بتاعت اللو فريكوانسي لير معاها اللير بتاعت السبسيكس جي جي هرتز ومعاها اللير بتاعت الميليميتر ويب كل ده موجود فيه الفايف جي طيب الصورة دي عظيمة جدا يعني بتقولك ايه الفكرة اللي انا لسه ايه لك عليها ان انت كل ما يعني السيكسي ميجا هرتز هتاخد منها اعلى فود برينت او اكبر مسافة طب سفن ميجا هرتز هتقل شوية طب لقتين ميجا هرتز طب لقت ميجا هرتز هتقل شوية يعني مع ان دول كلهم يعتبروا لو بند صح؟ كل ده كده يعتبر لو بند هتاخد منه كافرج ايه فعلا ولكن اللو بند نفسه فيه تقسيمات كل ما انت بتقل في الفريكونسي كل ما بتقدر تاخد كافرج اعلى طيب هنا ايه؟ هنا دي اللير بتاعت الميت بند طبعا الالفين مثلا تلتمية غير السري بوينت فايف كل ما انت في الميت بند بتروح للسيكسي جيجا هرتز كل ما الكافرج بتاعتك في الحقيقة هتضطر تقللها كل ده عشان ان الاتنويشن بيعلى جدا فالكافرج بتقل طبعا ايه؟ المليمتر ويف هيكون اللي هو المكان اللي تحت السايت يعني مباشرة طيب عايزين ناخد كمان حاجة الكارير باندويتس في كل بند من البندات دي ما علش للاطالة انا مش عايز السيشنز تبقى وقتها كبير ولكن لازم نخلص الجزء ده ممكن نكمل فيه لسه جزء تاني يبقى المحاطرة داية بس لازم نقفل طيب الكارير باندويتس انت عارف ان احنا كنا في التو جي الكارير باندويتس بتاعنا كان كان 200 كيلو هرتز في السري جي كارير باندويتس كان 5 ميجا هرتز في 4 جي الكارير باندويتس كان يصل عندنا تنوع كان عندنا 1.4 ميجا هرتز عندنا 3 ميجا هرتز 5 5 وصولا 20 ميجا هرتز فكان الستاندر معرف كام؟ معرف 6 ميجا هرتز تشوف المناسب لك على حسب البند بتاعك على حسب الاريا وتشتغل بيه في 5 جي باندويتس كارير اقل باندويتس كارير في 5 جي بيبدأ من 5 ميجا هرتز وصولا الى ايه؟ بتصل الى 100 ميجا هرتز ايه؟ ده يعني ده ايه؟ ده وان كارير يا جماعة يعني في 5 جي ممكن يبقى معايا كارير 100 ميجا هرتز ايوه؟ ده اللي هو رينج ايه؟ ده الرينج اللي هو يحتوي على اللو باند يعني في اللو باند والميت باند اللي هو بنسميه حاجة اسمها الاف ار وان يعني ايه اف ار وان؟ احنا في الفايف جي حددنا باندين في الحقيقة في النيو راديو حددنا تو باند مش كانوا ثلاثة؟ اسبر بس معايه ده انا حاجة اسمها الاف ار وان الاف ار وان ده اللي هو اللو فريكوانسي الى انتصل الى السبع جيجا هرتز الاف ار وان ده الرينج بتاعه من الفور هندرد ميجا هرتز الى انتصل للسكس جيجا هرتز ده كان في ريليز خمستاشر او السفين جيجا هرتز كان في ريليز 16 فريكوانسي رينج وان يعتبر ان هو يحتوي على ايه؟ يحتوي على اللو باند والميد باند لان اللو باند عندنا بيبتدي من فور هندرد ميجا هرتز تعارف كده ويفضل مكمل ايه؟ للوان جيجا ده اللو باند وبعدين الميد باند اللي هو من الوان جيجا للسيفين ده كله كده بنسميه افار وان عندنا حاجة تانية اسمها افار تو افار تو ده الفريكوانسي رينج العالي اللي هو الميليميتر ويف لو بيبدأ معانا من ال 24 جيجا هرتز تحديدا للخمسين جيجا هرتز كان ده ريليز 15 ريليز 16 وصلنا للسبعين سوري ريليز 17 هنا وصلنا للسبعين جيجا هرتز طب وده ايه؟ ده ريليز 15 وده ريليز 16 طيب يبقى احنا عندنا حاجتين لما اقولك افار وان تعرف اه ده افار وان ده اللي هو اللو باند والميد باند ولما نقول افار تو تعرف ان ده اللي هو الميليميتر ويف اللي 24 جيجا هرتز وصولا للخمسين ده كان في ريليز 15 وبعدين عملوله اكستند في ريليز 17 انك توصل للسبعين جيجا هرتز طيب انا هنا بقى بقولك ايه؟ بقولك باند ويتس الكارير بنتكلم عن باند ويتس الكارير في اللو باند والميد باند اللي هو بقى سمته افار واند انت عرفت دلوقتي انا بابتدي من الخمسة ميجا ووصل لل 100 ميجا هرتز يعني انا عندي كارير كامل يبقى المساحة بتاعته كباند ويتس تشانل مع بعضها تشانل مع بعضها وتوصل 100 ميجا هرتز ايه في افار واند اللي هو لما تروح بقى تحديدا من عند 3 جيجا هرتز في الرنج ده عندنا حتة كتيرة جدا اماكن كتيرة هنا فاضية فانده في الباند ده كده ممكن وهوليك الرنجات الباندات اه اسميها ايه بالزبط بس ممكن اوبريتور مثلا زي اتصالات ياخد ايه ياخد والله اه 200 ميجا هرتز يشتري 200 ميجا هرتز طيب وبعدين ويقسمها جزء اين جزء ابلينك وجزء داون لينك ابلينك 100 ميجا والداون لينك 100 ميجا هرتز طيب موبايل حضرتك ينفع يطلع ياخد 100 ميجا هرتز كلها في الاب والداون ممكن ممكن وهو بي سابورت وهكلمك في حتة السابورت دي بس ممكن حضرتك تطلع تاخد 100 ميجا هرتز كلها ده في افر وان طيب او ممكن تاخد اقل بقى لو مثلا تسعين او تمانين يعني مش لازم او سبعين او ستين وهكذا يعني الرنجات بتاعتنا خمسة وعشرة وخمستاشر وعشرين تلاتين واربعين وخمسين وهكذا وفي كمان ممكن يعني في خمسة وعشرين وفي خمسة وتلاتين وفي خمسة واربعين بوقت بلك يعني ممكن انت ايه مش ماشية عشرة يعني لكن بداة من الخمسين بقى الستين السبعين مفيش خمسات دي يبقى تاني تاني افر ون الكاريير باندويتس خمسة ميج هرتز او عشرة او خمستاشر اشرين خمسة واربعين اربعين خمسة واربعين وخمسين طب بعد الخمسين ممكن تاخد ستين او سبعين او ثمانين كل دي كاريير باندويتس موجودة في افر ون ده ممكن تطلع هنا مثلا تاخد خمسين ميج هرتز ون كاريير ليه بقى اكت كل شوية ون كاريير اصلا انت في الفور جي كان حضرتك اقصى كاريير كان كام هو عشرين ميج هرتز بس ساعات كنا نقولك انت الباندويتس اللي معاك دلوقتي اربعين ميجا ده جات ازاي جات من خلال الكاريير اجريجيشن ان حضرتك خط 2 كاريير برايمري كاريير اللي هو عشرين ميج هرتز مثلا وخط كاريير تاني ساكندري رقم واحد وخط ساكندري رقم اثنين ساكندري رقم واحد الباندويتس بتاقى عشرة ميجا وخط السيرد كاريير بقى ساكندري مثلا يعني هيكون عشرة ميجا فانت عملت حاجة اسمها اجريجيشن تجميع جمعت الكاريير ده مع الكاريير ده فبقى المجموع مع حضرتك 40 ميج هرتز ده فين؟ ده في ال LTE طب اللي انا بقوله هنا كده ده اللي حصل يعني؟ لا لا انا بقوله حضرتك انت معك وان كاريير اللي هو برايمري كاريير يعني يصل الى 50 ميج هرتز كاريير كده كامل على بعض لكن احنا في ال LTE ما كانش عندنا بندات تسمح ان يكون فيه تشانل باندويتس 40 ميجا كانش ده موجود في ال LTE في الحقيقة طب لو انا عايز 40 ميجا كدت تجمعها بقى تجمع كاريير من هنا على كاريير من هنا كاريير تالت زي اللي حصل ده لكن في ال 5G احنا بنقول لك ارقام جديدة تصل 100 ميج هرتز طيب F2 F2 قصة تانية يعني ده F1 F2 في ال 5G F2 في ال 5G او الكاريير بند ويس بي يبتدي مع حضرتك 50 ميج هرتز كده بداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم طيب وبعدين وبعدين تروح لل 100 ميج هرتز او 200 ميج هرتز او 400 ميج هرتز يعني ايه؟ يعني انت حضرتك ممكن يبقى معاك كاريير باندويتس 1 كاريير يصل الى 400 ميج هرتز او F2 كستاندر بتحدد ده F2 كستاندر بتحدد ده طيب هنا بقى فيه كذا سؤال هل موبايلك هيسابقورت شكل حجم الباور هيكون عامل ازاي؟ لينا اجابات على الاسئلة ده فاصبر معايا بس انا ممكن اصل لباندويتس 400 ميج هرتز طب ليه يعني؟ هو F2 ده الرنج بتاعه ايه؟ من 24 جي ج هرتز للخمسين او لسبعين فريريز 17 طب ليه فيه كاريير باندويتس كبير قوي كده؟ لان انت في الحقيقة لما تيجي تبص على ايه فرطوه في البندات العالية قوي مين السيستمز اللي معاك؟ مين؟ تقريبا هوا فيش غير الساتيلايت البند هنا فاضي والحاجات اللي هي الترانسبورت بتاعت المايكرو ويف او الترانسميشن بس باقي البند فاضي مساحات كبيرة قوي هنا فتقدر تاخد تشانل باندويتس كبير يصل ل400 ميجا هرتز لكن فر وان فر وان دنيا زحم قوي فر وان مزدحم اللي هو اللو باند ده مزدحم جدا اقصى كاريير باندويتس بتاخده 20 ميجا هرتز يعني بصعوبات كبيرة ممكن ما توصلش 20 ميجا هرتز الميد باند في الحقيقة اللي هو الجزء اللي بعد 3 جيجا هرتز لأ فيه اماكن فاضية لك انت في افر وان ممكن توصل 100 ميجا هرتز بس ده فين؟ ده عند الميد باند ده عند الميد باند تمام؟ طيب عظم جدا وده يفسر السرعات العالية اللي تحديدا هنشوفها في الميد باند بتوصل معك كانت كاريير باندويتس يوصل لـ 100 ميجا هرتز في الملي متر ويف بتوصل لـ 400 ميجا هرتز لكي احنا قلنا ان اللاير دي هي هي كاريير باندويتس بس ده متر باند بتاخد ميز روبوت ولكن كاريير باندويتس بتكلم في 200 ميجا هرتز بتكلم في 200 ميجا هرتز ده ايه ده وان كارير يا جماعة ده وان كارير يعني يعني احنا في المحاضرات الجاي هتلاقي كده في الجزء اللي هو الخاص بحساب السروبوت هتلاقي ان احنا بنقولك ان حضرتك ممكن توصل اه بالاجريجيشن لأت هندرد ميجا هرتز بالاجريجيشن يعني ات اجريجيت كذا كارير فتوصل لأت هندرد ميجا هرتز ده اجريجيت كارير فتخيل بقى السروبوت هنا هيوصل لسرعات عاملة زي فاحنا بنتكلم في حاجات جديدة في التكنولوجي مشوفناهاش قبل كده اه تشانل باندويتس كبيرة جدا طبعا الهندست كابابلتي هنتكلم عليها اوليها دورها اه لان لازم الموبايل بيبقى سبورت الكبير ده طيب خلينا اه لسه الحقيقة محاضرة الباند فيها بعض التفاصيل عايزين نشوف رنجات افر وان ونتكلم على الاس دي ال والاس يو اللي لسه فيه اه بعض التفاصيل بس المحاضرة دي وقتها زاد شوية شكرا ليكم لو في اي اسئلة ابعتوا لي يا شفق المحاضرة دي شكرا للمشاهدة